المزيد معنا سليمان بشارات الباحث بشؤون الإسرائيلية ينضم معنا من نابلس أهلا بك معنا سيد سليمان يبدو أن ملف الأسرى منذ مقتل الجنود الإسرائيليين أو الأسرى الإسرائيليين الثلاثة منذ مقتلهم عن طريق الخطأ كما أعلن الجانب الإسرائيلي يبدو أن هذا الملف يتفاعل ويؤدي إلى الضغط باتجاه صفقة وهناك حراك في القاهرة يجري حاليا من أجل صفقة تعرضها إسرائيل بإطلاق صراح من 30 إلى 40 أسير المقابل هدنة قد تصل إلى سبوعين إلى شهر أي فرص أمام مثل هذه الهدنة الآن؟ نعم تحية لك والمتابعي الكرام هذا الملف هو من الملفات المهمة جدا منذ بداية الحرب ومنذ اليوم الأول للحرب كان له مسعى وكان له مسارا مهما وشاهدنا وتابعنا كيف أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنه في ظل الحرب يكون هناك حراك مطالب بعمليات التبادل في ظل الحرب لكن هذا الأمر بدأ يتدحل شيئا فشيئا حتى وصل حالة الضروة كما تفضلت في الحادثة التي قتل فيها ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين برصاص الجيش الإسرائيلي وهذه ربما هي المفصل الأساسي الذي بني عليه والذي استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تستثمره بشكل كبير جدا لتفعيل وتطوير هذا الملف بشكل أكبر والضخ الكبير من الرسائل الإعلامية التي باتت تشكل حرجا كبيرا للمجتمع الإسرائيلي وللقادة السياسيين والقادة العسكريين الآن أنا باعتقادي في ظل التصارع الذي جرى في اليومين الماضيين ومنذ ساعات صباحا اليوم الماضي أن هناك كم كبير جدا من التصريحات والمواقف التي باتت تتبلور باتجاه هذا الأمر هذا الأمر جاء موازيا أيضا مع الحراك الدولي سواء فيما يتعلق في مجلس الأمن ومشروع القرار الإنساني الذي هو يتم تأجيله للتصويت عليه ويبدو أنه سيمكن أو يمكن أن يتم تمريره خلال ساعات اليوم هذا من جانب الجانب الآخر أن يبدو أن أدوار الوساطة العربية والإقليمية وحتى الدولية تلقي بثقلها بشكل كبير جدا لتفعيل هذا الملف وجعله ربما هو مفتاحا لباقي الملفات المتعلقة بالوصول إلى وقف هذه الحرب فرص هذا الأمر ربما تقترب شيئا فشيئا لكن باعتقاد المعضلة الأساسية حتى الآن تتمثل في قدرة الوسطاء بالتحديد على تقريب أو دعني أكون كسر الفجوة ما بين الطرفين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية هي وضعت شرطا وهي ترفض التراجع عنه وهو أنه تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذه الحرب بشكل كامل مقابل الذهاب إلى عملية تفاوضية متكاملة في ملف التبادل الأسرة ولكن هذا يعني سيد سليمان لو وافقت إسرائيل على هذه الشروط وقف إطلاق النار أو مبدأ مقابل الكل من نسبة للأسرة هذا يعني أن إسرائيل تعلن فشالها في تحقيق أهدافها التي من أجلها شنت العملية البرية بالتالي هل ستوافق إسرائيل وكيف يمكن حل هذه العقد التي تشير لها نعم وهذه النقطة التي كنت أود الإشارة لها أنه في المقابل أن إسرائيل إذا ما وافقت على هذا الشرط الذي تضعه المقاومة الفلسطينية ستظهر أنها هي الخاسر المباشر والمنهزم من هذه الحرب وبالتالي لا يمكن للمجتمع الإسرائيلي بداية ولا للمجتمع الدولي ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية أن يجعل من إسرائيل بعد 75 يوما أن تخرج بهذه الصورة وبالتالي أنا باعتقادي هنا تأتي ربما الضغوط وربما أدوار الوسطاء في محاولة إما البحث عن مخارج تحفظ للأطراف ما يمكن أن يقدم على أنه إنجازات من جانب وبالتحديد للاحتلال الإسرائيلي حتى يتم تسويق هذا الاتفاق وأيضا ربما للمقاومة الفلسطينية ربما يكون هناك بحثا في إطار وهذا ربما يرشح في هذا الإطار أنه يمكن الذهاب إلى صياغة البحث عن هدنة لكن هدن طويلة التي يمكن أن تفضي إلى حالة اتفاق لوقف هذه الحرب لكن أنا باعتقادي المقاومة الفلسطينية الرغبة بالذهاب إلى هذا الطرح لا يمكن أن تذهب إليه إلا وجود ضمانات رئيسية سواء من مصر أو قطر إضافة إلى ضمانات أمريكية حتى لا يكون هناك حالة من التراجع الإسرائيلي في محطة من المحطات وبالتالي نحن ربما نكون ربما أمام ساعات أو أيام قليلة ستكون حاسمة في هذا الملف لأن هذا الملف كما قلت هو سيكون مفتاحا لباقي الملفات التي يمكن أن يبنى عليها أولا الثقة فيما يتعلق بالعملية التفاوضية المستقبلية من جانب ومن جانب آخر التي يمكن أن يبنى عليها الكثير من الأطرحات سواء الرؤية السياسية لما يتعلق لمستقبل قطاع غزة أو فيما يتعلق بملف الحصار أو فيما يتعلق بإنهاء الحرب بشكل كامل متكامل أو إعادة أمام قطاع غزة وبالتالي نحن نتحدث عن عملية ربما ستكون متدحرجة من المفاوضات وستكون متتالية لكن هذا الأمر دائما نربطه أيضا بنقطة مهمة وهي أن تطورات الميدان خلال الساعات القادمة قد تحمل مفاجآت قد تقلب أو تغير في كثير من المعادلات أو قد تخلط الأوراق مرة أخرى وبالتالي أنا باعتقادي هذا الأمر ربما سيظل على الطاولة وسيكون هناك جل الإهتمام فيه باعتقادي أن مصر التي استدعت أو بعثت بدعوات رسمية لوفدي حماس وفتح يوم أمس كان واضح جدا أن هذا الملف بات مطروحا بقوة